توصل قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة مسدودة بقوات التحالف العربي صد هجمات ميليشيات الحوث العنيفة والواسعة بجميع محاور وقطاعات المنطقة بمديرية عبس وحيران وحرض وأطراف مديرية مستبأ وذلك للأسبوع الثالث على التوالي مزيد من التفاصيل ومراسلنا إلى القاعدين معارك ضارية تخضها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة مسدودة بقوات التحالف العربي مع ميليشي الحوث المتمردة للأسبوع الثالث على التوالي في صد هجوم للميليشيات على جميع محاور وقطاعات المنطقة العسكرية الخامسة بمديريات عبس وحيران وحرض شمال محافظة حجة حشدت ميليشي الحوثي لعدة شهور ماضية ولا زالت ألاف المقاتلين من جميع مديريات المحافظة وزقت بهم في معارك خسرة في تلك الجبهات دون إحراز أي تقدم من ميدانين خسرت ميليشي الحوثي في هذه المعارك على يد الجيش الوطني وطيران التحالف العربي مئات المقاتلين بين قتل وجريح بينهم قيادات ميدانية بارزة منهم أبو البتول الشرفي وعبدالله حجيز وجابر حسين مشيب فيما تم أسر أكثر من عشرة آخرين بينهم قيادات ميدانية أيضا كأسامة هراش ومحمد محمد مقرش وينحدران لمحافظة حجة الميليشيات خسرت اليوم مجددا كما خسرت بالأمس والأيام الماضية هذا اليوم هو الرابع عشر على التوالي والميليشيات تشن هجمات في قطاعات ومحاور المنطقة العسكرية الخامسة في محاولة منها لأن تحرز أي تقدم إلا أنها تفشل بفضل الله ثم سواعد أبطالنا البواسل وبحسب مصادر ميدانية في محافظة حجة فإن عشرات الجثث من قتل الميليشيات من المقرر بهم تصل بشكل يومي لمديريات المحافظة قادمة من جبهات شمال المحافظة وسط استياء كبير من أهل الضحايا الذين أجبرتهم الميليشيات على تجنيد أبنائهم فيما تواصل الميليشيات عمليات التحشيد لتلك الجبهات غير آبهة بسقوط مئة القتلى والجرحى والأسرى على يد الجيش هلال القاعدين قناة عدن الفضائية محافظة حجة